هل سمعت عن طاقة لا ترى تتسلل من قلب الذرات تخترق الجدران وتغير مصير البشر؟ طاقة خفية لا نراها بالعين ولا نسمعها بالأذن لكنها موجودة حولنا وفي أجسادنا وفي الأرض التي نمشي عليها قادرة على إنقاذ مريض أو تحويل مدينة إلى رمال إنها ليست خيالا علميا بل حقيقة اتشفها العلماء بالصدفة بداية القصة لوح تصوير وقطعة من اليورانيوم وعالم دقيق الملاحظة والباقي كان بداية عصر جديد اسمه عصر النشاط الإشعاعي إذا كنت تظن أن الضر مجرد كرة صغيرة من البروتونات والنيوترونات والإليترونات فاستعد لتغير فكرتك هذه الحلقة ستجعلك تنظر إلى العالم من منظور جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تبدأ قصتنا في عام 1896 مع العالم الفرنسي هنري بيكريل كان بيكريل مكتما بشكل خاص بأملاح اليورانيوم التي كانت تتوهج عند تعرضها للضوء وتزامن اهتمامه هذا مع اكتشاف الأشعة السيني بوسطة وليام رونتجين في نفس الفترة مما زاد من فضوله حول طبيعة هذه الانبعاثات الغير مرئية وفي يوم قائم وضع بيكريل أملاح اليورانيوم الخاصة به في درج بعد أن فقد الأمل في سطوع الشمس لإجراء تجربة عليها وقام بلفها بإحكام بوراق أسود لمنع تعرضها للضوء ووضعها فوق لوح فوتوغرافي كان ينوي استكدامه لتصوير توهج أملاح اليورانيوم في ضوء الشمس وبعد تحميد الفيلم فوجئ باكتشاف أن الفيلم قد تأثر تماما كما لو كانت عرض للضوء أدرك بيكريل على الفور أن شيئا ما كان ينبعث من أملاح اليورانيوم شيء قادر على اختراق الوراق الأسود والتأثير على الفيلم كانت هذه الأملاح مشعة كان هذا الاكتشاف بمثابة اللبن الأولى لفهم طبيعة النشاط الإشعال لم ينضي وقت طويل قبل أن ينضم علماء آخرون أبرزهم مارك يوري وزوجها بيرك يوري إلى هذا المجال المثير وسرعان ما اكتشفوا مواد أخرى نشطة جدا مما عزز فهمنا لهذه الظاهرة الغامضة ولتوضيح هذه الظاهرة في المختبر نستخدم عداد جايجار وهو جهاز يكشف الإشعاع إذا وضعنا كمية صغيرة من أملاح اليورانيوم بالقرب من عداد جايجار فسنسمع نقلات متزايدة مما يشير إلى أملاحات الجسيمات المرشعة في غضون فترة وجيزة يمكن لعداد جايجار أن يسجل آلاف الجسيمات المنبعثة مما يؤكد الطبيعة النشطة إشعاعيا لليورانيوم ويعد عداد جايجار أحد أبسط وأشهر الأجهزة المستخدمة للكشف عن الإشعاع المؤين ويعمل من خلال استشعار الجسيمات أو الفوتونات المشهون التي تمر عبر أنبوب مليء بالغاز مما يؤدي إلى تأيين الغاز وتوليد نبطة كهربائية يتم تسجيلها أو تحويلها لنخر صوتية ما هو النشاط الإشعاعي بالضبط؟ يمكننا تعريفه بأنه التحول التلقائي للنوع غير المستقرة إلى نوع أخرى مع انبعاث الإشعاع ودعونا نفكك هذا التعريف التحول التلقائي يعني أن العملية تحدث من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى أي محفظات خارجية والنوع غير المستقرة تشير إلى الضرات التي تحتوي على مزيج غير متوازن من البروتونات والنيتونات في نواتها والتحول إلى نوع أخرى تعني عندما تتحول النوع غير المستقرة فإنها لا تختفي بل تتحول إلى نوات مختلفة أكثر استقرارا وانبعاث الإشعاع يحدث خلال هذا التحول حيث تطلق للنوع جسيمات أو طاقة في شكل إشعاع كل هذا يحدث بشكل عشوائي تماماً وفي لحظة معينة لكل ذرة على حدة ولفهم سبب كون بعض الضرات مشعة والبعض الآخر مستقر يجب أن نلقي نظرة فاحصة على بنية النوى تتكون النوى من بروتونات وهي جسيمات ذات شحنة موجبة ونيترونات متعادلة كهربائياً يحدد عدد البروتونات نوع العنصر على سبيل المثال الهيدروجين لديه بروتون واحد والهيليوم لديه بروتونان والليثيوم لديه ثلاثة وتلعب النيترونات دور حاسماً في استقرار النوى على سبيل المثال الهيليوم المستقر يحتوي على بروتونين ونيترونين بإجمال أربع نيكلونات والنيكلون هو مجموع البروتونات والنيترونات معاً بشكل عام تتطلب الضرات الأكثر استقراراً أعداداً متساوية تقريباً من البروتونات والنيترونات والسبب في هذا التوازن يقمن في القوة التي تعمل داخل النواء البروتونات تتنافر مع بعضها البعض بسبب القوة الكهروستاتيكية وللتغلب على هذا التنافر وإبقاء النواء متماسكة توجد قوة أقوى بكثير تسمى القوة النووية القوية هذه القوة لا تعمل فقط بين البروتونات بل أيضا بين النيترونات وبين البروتونات والنيترونات إنها قوية بما يكفي للتغلب على التنافر الكهروستاتيكي بين البروتونات مما يسمح لها بالبقاء قريبا جدا من بعضها البعض تاخل النواء ومع زيادة عدل البروتونات في النواء أي كلما انتقلنا إلى عناصر أفقل في الجدول الدوري يصبح التنافع الكهروستاتيكي بين البروتونات أكثر تأثيرا وللحفاظ على الاستقرار تحتاج الأنية الأكبر إلى عتد أكبر من النيوتونات مقارنة بالبروتونات لزيادة القوى النووية القوية على سبيل المثال يورانيوم 238 وهو نظير مشاع يحتوي على 92 بروتون 146 نيوتون مما يعني أن عدد النيوترونات أكبر بكثير من عدد البروتونات إذا كان لدينا مادة مشاعة فإن أنميتها تميل إلى إطلاق نيوكلونيات بطريقة تصل بها إلى حالة استقرار أكبر وهي حالة يكون فيها التوازن بين القوى النووية القوية والقوى الكهروستاتيكية أكثر استقرارا هذا هو منحنة العلاقة بين عدد البروتونات وعدد النيوترونات ويعرف منحنة الاستقرار النووي الذي يوضح كيف يتغير التوازن بينهما مع زيادة الكتلة الذرية الخط الرمادي المتقطع حيث إن تساوي الزد يمثل العناصر الخفيفة المستقرة حيث يكون عدد النيوترونات مساويا تقريبا للبروتونات أما الخط الأخضر منحنة الاستقرار النووي يظهر كيف أن العناصر الثقيلة تحتاج إلى عدد أكبر من النيوترونات لتحقيق الاستقرار والنقاط الحمراء تمثل بعض العناصر الشهيرة مثل الكربون والليكسوجين والحديد نلاحظ أنها مستقرة عندما يكون عدد النيوترونات تقريبا مساويا للبروتونات أما العناصر الثقيلة مثل اليورانيوم فتحتاج إلى عدد أكبر بكثير من النيوترونات لتعويض التنافر الشديد بين البروتونات نظائر مشعة ومستقرة يمكن أن يكون لنفس العنصر نظائر مختلفة بعضها مستقر وبعضها مشع الكربون على سبيل المثال له ستة بروتونات الكربون اطمعش هو الشكل المستقر حيث يحتوي على ستة نيترونات أيضا مما يحقق نسبة متساوية تقريبا من البروتونات والنيترونات ولكن إذا أضفنا نيتروناين إضافيين إلى نواة الكربون فسنحصل على كربون أربعة عشر الذي لا يزال يحتوي على ستة بروتونات لذلك فهو لا يزال كربون ولكن لديه الآن ثمانية نيترونات ستة بروتونات زائد ثمانية نيترونات يساوي أربعة عشر نيكلون في هذه الحالة يصبح الكربون أربعة عشر نظيرا مشاعا لأن توازن البروتونات والنيترونات قد اختل مما يجعله أقل استقرارا هذا الاختلال في التوازن يعني أن قوة التنافر بين البروتونات بدأت تتغلب على القوى النووية القوية التي تربطها معا لذلك لدينا أنواع مختلفة من الضرات بأعداد مختلفة من النظائر بعض الضرات الموجودة بشكل طبيعي في الجدول الدوري تكون مشاع بطبيعتها طوال الوقت مثل اليورانيوم بينما يمكن أن يكون للكثير من الضرات أنواع مستقرة وأخرى مشاعة أيضا وذلك استنادا إلى نسبة البروتونات إلى النيترونات وتميل الأنوية الغير مستقرة إلى التحول إلى أنوية مستقرة عبر عمليات تُعرف بالتحلل الإشاعي ولفهم ما يحدث خلال التحلل الإشاعي يجب أن تتحقق قوانين الحفظ وهي قانون حفظ الطاقة والكتلة والشحنة وعدل نيكلونات أي أن الطاقة والكتلة والشحنة وعدل نيكلونات قبل التحلل وبعده يجب أن تكون متساوية أي محورة وأشكال التحلل الإشاعي تحلل ألفا وبيتا وجاما وكل عملية لها خصائصها المميزة ولنبدأ بأول عملية وهي تحلل ألفا يحدث تحلل ألفا في الأنوية الكبيرة وغير المستقرة خلال تحلل ألفا تطلق النواء جسيم ألفا وهو يعادل نوات الهيليوم أي بروتونين ونيوترونين عندما تفقد النواء جسيم ألفا يقل عددها الذري بنقدار 2 وعددها الكوتالي بنقدار 4 وهذا يحولها إلى عنصر جديد تماما يقع قبل عنصرين في الجدول الدوري إذا كانت لدينا نوام شعة مثل يورانيوم 238 الذي يحتوي على 92 بروتون و238 نيكلون فعندما يخضع لتحلل ألفا فأنه يطلق جسيم ألفا ويتحول إلى ثوريوم 234 الذي يحتوي على 90 بروتون و234 نيكلون ومعادلة تحلل ألفا تكتب على النحو الموضح حيث يكتب العدد الذري لكل أنصر أسفل الرمز الكيميائي على اليسار ويكتب عدد النيكلونات أعلى الرمز الكيميائي على اليسار يورانيوم 238 يتحول إلى ثوريوم 234 وجسيم ألفا وطاقة لاحظ أن العدد الذري الذي يمثل عدد البروتونات 92 محفوظاً قبل التحلل وبعد التحلل وأيضاً عدد النيكلونات محفوظاً أيضاً والطاقة المتحررة هي بسبب اختلاف الكتلة حيث أن كتلة اليورانيوم أكبر قليلاً من كتلة النواتج المتحررة وهذه الكتلة تظهر في صور الطاقة حسب معادلة آيليشتاين هي تساوي أمسي تربية وهذا يحقق الحفاظ على الكتلة والطاقة أما التحلل الثاني هو تحلل بيتا يحدث تحلل بيتا في الظرات التي يكون فيها عدد النيترونيات غير متوازن بالنسبة لعدد البروتونات أي أن لديها عدد كبير جداً من النيترونيات مقارنة بالبروتونات أو العكس وهناك نوعان رئيسية من تحلل بيتا تحلل بيتا السالب وتحلل بيتا الموجب ولنبدأ بتحلل بيتا السالب وفي هذا النوع يتحول نيترون واحد داخل النواة إلى بروتون مع إطلاق إلكترون يسمى جسعين بيتا ومضاد نيوترينو وهذا يعمل على زيادة العدد الذري بمقدار واحد مع بقاء العدد الكتلي كما هو وعلى سبيل المثال إذا كانت لدينا نواة مشاععة مثل كربون 14 والتي تحتوي على 6 بروتونات و8 نيترونات فعندما تخضع لتحلل بيتا السالب يتحول نيترون إلى بروتون داخل النواة وهذا يعني أن هناك شحنة موجبة أضيفة إلى النواة وللحفاظ على الشحنة ينبعث إلكترون ولأنه نتج من داخل النواة عند تحول نيترون إلى بروتون وليس من إلكترونات الضرة فسوف نسميه جسعين بيتا السالب وبما أن هذا التحلل أضاف بروتونا إلى النواة يصبح لدينا عنصر جديد يتحول فيه الكربون إلى نيتروجين وهو عنصر أكثر استقرارا ومعادل التحلل بيتا السالب موضح أمامنا كربون 14 تحول إلى نيتروجين 14 زائد جسعين بيتا ومضادل النيترينو زائد طاقة ودعونا الآن نفصل هذا أكثر لاحظ أن عدد النيترونات محفوظ في الكربون عدد النيترونات 14 من 6 بروتونات وتمالية نيترونات وأيضا في النيتروجين 14 من 7 بروتونات و7 نيترونات كذلك الشحنة محفوظة أيضا عندما نقال شحنة 6 بروتونات الكربون مع الشحنة الإجمالية للنيتروجين وجسعين بيتا السالب من أين جاء مضادل النيترينو في المعادلة؟ وهذا سؤال رائع يأخذنا إلى واحدة من أزكى اللحظات في تاريخ الفيزياء الحديثة عند دراسة تحلل بيتا وجد العلماء أن الإلكترونات المنبعثة لا تخرج بطاقة ثابتة بل بطاقة متغيرة وعشوائية وكان هذا بريبا جدا لأنه لو كان التحلل ببساطة النيترون يتحول إلى بروتون وجسعين بيتا لكان لكل جسيمات بيتا نفس الطاقة ولكن التجارب أظهرت أن هناك جزء مفقود من الطاقة وأن جسيم بيتا لا يحمل كل الطاقة لتوقع من التحلل وهنا في عام 1930 اخترح الفيزياء باولي أن هناك جسيم غير مرئي وغير مشحون وخفيف جدا يخرج مع الإلكترون ويحمل الجزء المفقود من الطاقة وسماه لاحقا العالم فيرمي بالنيوترينو وفي عام 1956 استطاع العالمان فريدريك راينز وكلايد كوان رصد النيترينو للمرة الأولى أما تحلل بيتا الموجب فيتحول فيه بروتون واحد داخل النواة إلى النيوترون مع أطلاق بوزيترون وهو منضاد الإلكترون وهو جسيم له كتلة الإلكترون ولكن شحنته موجبة والسمية بجسيم بيتا الموجب ومعه النيوترينو وهذا التحلل يقلل العدد الذري ومطلر واحد مع بقاء العدد الكتلي كما هو ومن أشهر الأنثل على تحلل بيتا الموجب تحلل السوديوم 22 حيث يتحول بروتون داخل نواة السوديوم إلى النيوترون وينبعث جسيم بيتا موجب بالإضافة إلى النيوترينو والعدد الذري انخفض من 11 إلى 10 ويتحول عنصر السوديوم إلى نيون بينما يبقى العدد الكتلي ثابتا وهو 22 بعد أن تطلق النواة غير المستقرة جسيم ألفا أو بيتا فإنها قد تظل في حالة مثارة أي أن طاقتها الداخلية لا تزال مرتفعة كما لو كان في حالة اهتزاز داخلي وفي هذه الحالة تحتاج النواة إلى طريقة للتخلص من هذه الطاقة الزائدة وهنا يأتي التحلل الثالث وهو تحلل غاما وهذا النوع من التحلل يختلف عن تحلل ألفا وبيتا لأنه يصدر عن هذا التحلل أشعة كهرماناتسية عالية الطاقة وليست جسيمات وأشعة غاما تشبه أشعة إكس ولكنها أقوى بكثير ومن الأمثلة على تحلل غاما سوف نستعين بالكوبالت ستين في البداية يحدث تحلل بيتا السالب فيتحول الكوبالت ستين إلى نايكل ونواة نايكل تكون في حالة إثارة ومنها تنبعث أشعة غاما لا يغير إشعة غاما العدد الثري أو الكتل للنواة بل يقلل منطقتها الداخلية فقط وهناك نوعا للتحلل وهو اقتناص الإلكترون وفي هذا النوع من التحلل تلجأ بعض النواة غير المستقرة إلى تقليل البروتونات عن طريق قيام النواة باقتناص أحد الإلكترونات الداخلية والقريبة منها ويتفاعل هذا الإلكترون مع بروتون داخل النواة وينتج عن ذلك نيوترون ونيترينو ونتيجة لذلك يقل العدد الثري بمقدار واحد ولكن العدد الكتلي يبقى كما هو وكمثان على ذلك تحلل أنصر البريليوم إلى الليثيوم في هذه العملية لا تنطلق جسيمات مشهونة مثل بيتا ولكن يصاحبها انبعاث أشعة غاما أو أشعة إكس نتيجة لإعادة ترتيب الإلكترونات في مدارات الثر ويظهر على الشاشة ملخص لعمليات الإضحلال التي تحدثنا عنها وهي اضمحلال ألفا واضمحلال بيتا السالب والموجب وأيضا اضمحلال غاما واختناص الإلكترون إذن ما الذي حدث لدرات اليورانيو في العينة التي وضعها بكرل في درجه هو تحلل تلقائي تنطلق فيه الإشاعات دون الحاجة لأي ضوء أو حرارة وكان هذا أول دليل علمي على وجود طاقة داخل نواة الضرة يمكن أن تنطلق تلقائيا وبهذه الصدفة العبقرية بدأ عصر جديد في الفيزياء النووية وأصبح النشاط الإشعاعي يدرس ويستخدم في الطب والصناعة والزراعة وحتى في علم الآثار النقصة الإشعاع هي رحلة من الاكتشافات غير متوقعة والعمل الدؤوب والفهم المتزايد عالمنا من الصدفة التي قادت بكرل إلى اكتشافه إلى التطبيقات الواسعة في الطب والصناعة والطاقة والتي أثبتت أن النشاط الإشعاعي قوة لا يستهان بها لقد غيرت هذه الظاهرة فهمنا للضر وفتحت أعفاقا جديدة للبحث والتكنولوجيا ورغم التحديات والمخاطر التي يفرضها فإن التقدم مستمر في فهم الإشعاع وكيفية تسقيره بأمان يعيدنا بمستقبل يمكننا فيه الاستفادة الكاملة من إمكانياته الآلة مع التخفيج من آثاره السلبية إنها قصة مستمرة من الاكتشاف والتكيف تذكرنا بأن الكون لا يزال يحمل الكثير من الغسرار التي تنتظر من يكتشفها ويستفيد منها إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا وضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة وحتى نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر